لكن أنتقل الآن إلى جويس حيث تعرضت مدينة صور قبل قليل نتابع هذه الصور لغارات إسرائيلية وهي موجودة في بلدة رميش جويس ما الذي رصدته من حيث أنت من حيث أيضا حجم الغارات وهل ما زالت المدينة تتعرض لغارات أم توقفت؟ في الواقع سمعنا أصداء هذا الاستهداف في مدينة صور حتى منطقة رميش هنا واللافت أننا نسمع أصوات الغارات حتى تلك البعيدة من رميش وكذلك الأمر الغارات التي تستهدف مناطق محيطة بنا ونقاط محيطة وقريبة مننا تكون أيضا عنيفة جدا بحسب ما نرصد هنا أشير بداية إلى أنه قبل دقائق فقط انطلقت رشقة صاروخية باتجاه الداخل الفلسطيني وشاهدنا وصول هذه الصواريخ قبالة عيتا الشعب وخلف موقع الراهب الإسرائيلي ونسمع في هذه الأثناء أيضا أصوات الانفجارات هذه الصلية الصاروخية إذن تأتي بعد عمليات مكثفة لحزب الله وإنما أيضا بعد تصعيد إسرائيلي بالغارات تحديدا كما ذكرت على مدينة سور وإنما أيضا على العديد من مناطق القطاع الغربي والقطاع الأوسط هنا وهذه الاستهدافات أدت إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحة ليس فقط في جنوب لبنان وإنما في عموم لبنان أتحدث عن آخر حصيلة أو آخر الاستهدافات هي استهدفت منطقة الحوش في سور ووسط مدينة سور كذلك الأمر ومدينة أو بلدة الطيبة جبشيت العديد من القرى والبلدات الجنوبية اليوم تحديدا النبطية ومحيط النبطية كذلك وبنت جبيل والمناطق المحيطة بها تعرضت للاستهداف نتحدث عن عشرات الجرحة والشهداء في هذه العمليات ونتحدث كذلك الأمر عن استمرار التصعيد والمواجهة وهذا العدوان الإسرائيلي بالطيران الحربي الإسرائيلي كذلك مستمر منذ يوم أول من أمس أي اليوم الثالث اليوم لهذه الغارات وإنما أيضا نتحدث عن استهدافات تطال مناطق بعيدة عن خط المواجهة مناطق لا تعتبر قريبة من الحدود أو حتى في منطقة الجنوب وعندما نتحدث عن هذه المناطق هي مناطق تشكل اليوم ملجأا للنازحين من قرى وبلدات الجنوب عندما نتحدث عن جون في الشوف وعندما نتحدث كذلك الأمر عن منطقة جبيل التي تم استهدافها منطقة جديدة